تتسع جغرافيا النزوح بفعل التصعيدات العسكرية التي تشنها ميليشي الحوثي على مأرب وحجة والحديدة وتعز إدارة تتبع النزوح التابعة لمنظمة الهجرة الدولية تقول أن العام الجاري يشهد موجات نزوح كبيرة جدا وبمعدل أربعمائة أسرة يوميا في المحافظات التي تشهد عمليات عسكرية أرقام النزوح ليست دقيقة فهناك عدد كبير ممن لا يتم إحصاءهم أو الإبلاغ عن حركتهم بحسب المنظمة الأممية لا تكترث ميليشي الحوثي لما يحدث للمدنيين وتستمر في التصعيد وترفض كل مقترحات إنهاء الحرب ومعه تتزايد التحذيرات الدولية التي لم تغير في الواقع شيئا تتدهور الأوضاع المعيشية بصورة مثيرة للقلق في ظل حرب مستعرة وارتفاع في أسعار الغداء والدواء والوقود وهي ما تقود الكثير من الأسر بحسب منظمات أممية إلى اللجوء إلى آليات التأقلم الضارة لتغطية نفقاتها من بينها التسول ألاف الأطفال والنساء وجدوا أنفسهم يمارسون أعمالا شاقة أو التسول بحثا عن الطعام والمساعدة مفوضية الأمم المتحدة للاجئين تقول إنها تجد صعوبة في تلبية متطلبات هؤلاء حيث تعمل على معالجة الأحتياجات الأكثر إلحاحا للأسر الضعيفة من خلال توزيع المساعدة النقدية متعددة الأغراض وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي في ظل هذه الحاجة الملحة إلى إنقاذ حياة الملايين من المواطنين تحذر الأمم المتحدة من أن أموال وكالات الإغاثة تنفذ بسرعة حيث تقلص بالفعل ما يقرب من ثلثي برامج المساعدات الرئيسية نهاية يناير الماضي مما يضطرها إلى إلغاء معظم رحلات الجوية الإنسانية إلى اليمن وهو ما يعتبره وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتين جريفث حكما بالأعدام على الذين يعتمدون على المساعدة من أجل بقائهم على قيد الحياة توقف الحرب وإحلال السلام واستعادة مؤسسات الدولة أساسيات لحماية حياة اليمنيين المترجم للقناة توقف الحرب وإحلال السلام